وفقرة حائط صد النهاردة في حائط صد هتناول الموضوع بشكل مختلف شوية حضراتكم متعودين مننا احنا نطلع نرد على اللي بيتقال على النادي الاهلي ونكون حائط صد اللي بيتقال ولكن احنا المرات دي هنوجه رسالة وتحذير للجميع على امل اللي بيحصل كل مرة المرة دي اتمنى ان هذه الرسالة تصل للجميع علشان اللي بيحصل كل سنة ما يحصلش المرة دي والناس يكون عندها حس وطني شوي طيب انا بقول كده ليه ورسالتي المين انا بقول كده لكل واحد مش بيشجع النادي الاهلي ومش عايز الاهلي يحقق بطولات من فضلك غير تفكيرك لان الاهلي هو ممثل مصر ولازم اوجه لك نصيحة مهمة جدا النادي الاهلي هو ممثل مصر وعنده مباراة مهمة جدا يوم الجمعة اللي جاي مباراة بلقب السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمة بلاش الاخبار المضروبة بلاش الاخبار السلبية اللي بنشوفها خلال هذه الفترة ضد النادي الاهلي في كل مكان احنا متعودين عليها دايما قبل المباراة المهمة مثل هذه الاخبار يعني احنا متعودين عليها دايما قبل المباراة المهمة بيلاقي اخبار سلبية بتحاول انها تحبط اللاعبين والجماهير حاجات غريبة كده واحنا بنرصدها بقالنا فترة انا بقول يا جماعة النادي الاهلي نعتبر النادي الاهلي في مهمة وطنية لازم كلنا نكون معاه ونقف في ظهر حتى لو بالامتناع عن الكلام مش عايز واحد ما بيشجعش الاهلي يطلع وقولك انا بيموت في الاهلي وعايز الاهلي يكسب لا امتنع عن الكلام يكفيني جمهور النادي الاهلي لما يطلع وقولي انا عايز الاهلي يكسب هو دا المهم ولكن خلال هذه الفترة احنا بنرصدش حاجة غير كمية الاخبار السلبية اللي موجودة على النادي الاهلي اصل النادي الاهلي لو تعقد مع لاعب حيتعقد مع لاعب عنده مش عارف كم سنة ولو النادي الاهلي لو ما تعقدش مع لاعب بصل هو لم يتعقد مع لاعب مهاجم اصله لو كذا تسمع اخبار سلبية كبيرة جدا وكثيرة جدا لما اجي اعود اسمع الاخبار السلبية دي وبص على السنة اللي فاتت بس تغرب جدا انا دخلت خمس بطولات كسب الخمس بطولات ما لو كنا خسرنا بطولة كان حصل ايه كان كنت قلته ايه كنت طلعته اخبار سلبية اكتر من كده ازاي اتمنى ان الرسالة دي توصل ومن بدل خلنا بس نبقى في ظهر بعض لغاية يوم الجمعة حتى ولو بالصمت حتى ولو بالسكوت ولكن لغاية يوم الجمعة وادي يوم الجمعة وارجاوك كلمة زي ما انتوا عوزين